السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصدقائي صديقات المتعلمات مرحبا بكم في فيديو جديد في حصة اليوم إن شاء الله سنجز النص الشعري تحت عنوان التكنولوجيا تتكلم الصفحة 244 والصفحة 145 من مرجع مرشدي في اللغة العربية للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي الطبعة الجديدة والمنقحة طبعة 2021 قبل قراءة النص نجيب عن السؤال مرتبط بالفقرة الأولى ألاحظ وأتوقع ما الأشياء الموجودة في الصويرات وما استخداماتها إذن ننتقد إلى الصويرات لكي نحدد الأشياء الموجودة فيها وفي ماذا تستخدم إذن بالنسبة لها الصويرات لدينا سماعات إذن شخص يرتدي سماعات لدينا الإنترنت الإنترنت ثم المصباح هنا الإنسان الآلي وهنا عدنا الحاسوب إذن تتجلى استعمالات هذه الأشياء فيما يلي إذن نكتب الجواب إذن الأشياء الموجودة في الصويرات واستخداماتها إذن لدينا السماعات تستخدم في سماع الأصوات بانفراد الإنترنت يستغل في البحث عن المعلومات والتواصل مع الآخرين وإنجاز البحوت أما المصباح فيستعمل في الإنارة الإنسان الآلي يقوم ببعض الأعمال عوض الإنسان أي يساعد الإنسان ويسهل عليه القيام ببعض الأعمال خطرة مثلا الحاسوب الإشتغال على البرامج والتطبيقات ويمكننا كذلك من اللعب بواسطة الألعاب الإلكترونية هذا فيما يخص لإجابة عن الفقر الأولى ألاحظ وأتوقع نمر لكي نقرأ النص تحت عنوان التكنولوجيا تتكلم أنا قد ولدت من الدكا ودخلت في كل العلوم لأكون عونك في الحياة مخففا عنك الهموم بتطوري صار الجماد محدثا مثل البشر ويريك أشخاص وأحداثا على سطح القمر وبسرعة أصبحت تجتاز البحار الواسعة وتحل مسألة وترسم منشآت رائعة أقضي لكم أشغالكم في البيت أو في المصنع وألطف الآلام في جسم المريض الموجع إني عطية ربكم لا تدخلوني في شركم إذن هذا النص الشعري لصاحبه أو للشاعر أنتوان بركاد بتصرف إذن أقرأ بطلاقة أقرأ جهرا أمام زملائي وزميلاتي بيتين من النص إذن هذا فيما يخص القراءة بطلاقة إذن أختار بيتين من النص وأقرأهما جهرا أمام أصدقائي وصديقاتي داخل الفصل نمر لكي نجيب عن أسئلة الفهم والتحليل السؤال الأول يقول أكمل العنوان بما يناسب إذن التكنولوجيا تتكلم عن نفسها أعمالها أجهزتها إذن هنا في النص تتكلم التكنولوجيا عن نفسها إذن تتكلم عن نفسها وكيف أنها تساعد الإنسان في مجموعة من المجالات نمر إلى الصفحة 145 لنتمم الإجابة عن بقية الأسئلة إذن السؤال الثاني لماذا ولدت التكنولوجيا من الدكاء إذن هنا ولدت التكنولوجيا من الدكاء لأنه تم التوصل إليها بفضل دكاء العقل البشري إذن نكتب إجابة عن هذا السؤال إذن ولدت التكنولوجيا من الدكاء لأنه تم الوصول إليها بفضل دكاء العقل البشري أما فيما يخص السؤال الثالث ما علاقتها بالعلوم إذن من خلال النص ومن خلال مكتسباتنا السابقة نقول أن العلوم هي التي تساهم في ابتكار وسائل تكنولوجيا إذن العلوم مختلف العلوم كيفما كانت فيزيائية كيميائية إلى آخره مختلف العلوم تستغل كهربائية في إنتاج الوسائل التكنولوجية الحديثة فلا يمكن للتكنولوجيا أن تتطور دون الاعتماد على مختلف العلوم يعني الاعتماد للعلوم كافي لكي نصنع به وسائل تكنولوجيا متطورة وبالتالي مما يسمح بتطور التكنولوجيا تطور التكنولوجيا مرتبط باستخدام العلوم أو بتوفر العلوم نمر إلى السؤال الرابع كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعيننا في الحياة؟ إذن تعيننا التكنولوجيا في الحياة من خلال تسهيل مجموعة من الأعمال والمهام إذن تعيننا التكنولوجيا في الحياة من خلال تسهيل مجموعة من الأعمال والمهام فإن استعمال الوسائل التكنولوجيا الحديثة توفر لنا الجهد وتوفرنا للوقت وتسهل لنا الأعمال التي ننجزها نمر إلى التمرين الموالي أو السؤال الموالي خامسا أختار مثالا عن فوائد التكنولوجيا المذكورة في النص وأعلي الاختيار إذن نبدأ بالجماد يتكلم إذا الجماد يتكلم سنتكلم مثلا مثلا الهاتف أو التلفاز إذن الهاتف أو التلفاز بلوغ القمر بلوغ القمر هنا مثلا نكتب مركبة فضائية أو قمر استناعي إذن قمر قمر استناعي قمر استناعي اجتياز البحار الباخرة أو الطائرة إذن هنا الباخرة أو الطائرة الباخرة أو السفينة أو الطائرة حل المسائل هنا مثلا الحاسوب الحاسوب لدينا كذلك المحسابة على الحاسبة رسم المنشآت أيضا كنستعملوا الحاسوب إذن رسم المنشآت كنستعملوا الحاسوب المساعدة في أشغال البيت كنستعملوا مثلا الإنسان الآلي الروبو الإنسان الآلي كنستعملوا مثلا وسائل التنظيف بحل الغسالة غسالة الأواني أو غسالة الملابس وسائل التنظيف إلى آخره الاستخدام في المصنع بالنسبة للإستخدام في المصنع كنستخدموا مثلا الحواسيب إذن كنستعملوا الحواسيب الحاسوب والآلات التي تشتغل بتقنيات تكنولوجيا عالية وفي بالنسبة لعلاج المريض أي في المستشفيات نستعمل مثلا الشاشات ونستعمل مجموعة من الأجهزة الطبية للكشف عن مجموعة من الأمراض باستعمال الليزار أو الأشياء تحت البنفسجية إلى آخره هدف فيما يخص الإجابة عن السؤال الخامس نمر الآن إلى السؤال المولي سادسا وعين في النص ما تتميز به التكنولوجيا مصدرها وظيفتها فوائدها وأنواعها إذن أولاً سنبدأ بمصدرها مصدر التكنولوجيا الدكاء إذن مصدرها الدكاء الدكاء والعلوم إذن التكنولوجيا مبنية على العلوم والعلوم بالنسبة للوظيفة ديالها تساعد الإنسان وتخفف الهموم عن هدشك ما لخذيناه من النص مثلاً في البيت الثاني لأكون عونك في الحياة مخففاً عنك الهمومة إذن هنا الوظيفة ديالها مساعدة الإنسان مساعدة مستخدميها مساعدة مستخدميها وتخفيف الهموم عنهم وتخفيف وتخفيف الهموم عنهم إذن مساعدة مستخدميها وتخفيف الهموم بالنسبة للفوائد ديال يعني الفوائد ديال التكنولوجيا عدنا الجماد أصبح يتحدث أولاً إذن عدنا الجماد أصبح يتكلم هذا شيء كامل من النص مثلاً بتطوري صار الجماد محذتاً مثل البشري إذن الجماد أصبح يتكلم عدنا ثانياً مشاهدة الأشخاص إذن عدنا ويورك أشخاصاً وأحداثاً على سطح القمر إذن مشاهدة الأشخاص وهم على سطح القمر إذن مشاهدة مشاهدة الأشخاص مشاهدة الأشخاص وهم على سطح القمر على سطح القمر لدينا كذلك وبسرعة أصبحت أصبحت تجتاز البحار الواسعة إذن السفر أو عبور البحار أو إذن هنا السفر عبر إذن السفر عبر البحار أو البحور السفر عبر البحار لدينا كذلك وتحل مسألة وترسم منشآت حل مسائل ورسم المنشآت هذه الفوائد يمكننا التكلم في التمرين الخامس يمكننا التكلم بلغة القمر وإجتياز البحار حل مسائل رسم المنشآت لمساعدة في أشغال البيت لاستخدام في المصنع علاج ألم المارض هذا يمكننا التكلم في الفوائد التكنولوجيا كعوارد نمر إلى أنواع التكنولوجيا إذن التكنولوجيا التي لدينا سنستخرج أنواع تلك انطلاقا من هذه الفوائد أ carriers يتقلم مج четين الإنترون نوع أول نوع الثاني تكنولوجيا الفضاء تكنولوجيا في النقل تكنولوجيا المرتبطة بالأنترنت بالفضاء ثم بالنقل نزيد لها تكنولوجيا المعلومات أو المعلوميات للمعلومات ثم التكنولوجيا الطبية أو الطب إذن مرتبطة بالمجال الطبي تكنولوجيا الطب هذا فيما يخص الإجابة عن السؤال السادس نمر الآن إلى السؤال السابع أناقش قول الشاعري إني عطية ربكم لا تدخلوني في شركم إذن هنا الشاعر يريد أن يقول أن التكنولوجيا هي نعمة من الله ويدعونا إلى استخدامها فيما يعود بالنفع علينا ولا نستخدمها فيما يعود بالشر علينا إذن نكتب يؤكد إذن هنا يؤكد الشاعر يؤكد الشاعر على أن على أن التكنولوجيا على أن التكنولوجيا نعمة نعمة من الله من الله من الله لذا يجب لذا يجب استخدامها استخدامها فيما يعود فيما يعود علينا فيما يعود علينا بالنفع بالنفع وليس بالشر إذن التكنولوجيا نعمة من الله يجب علينا أن نستخدمها فيما يعود علينا بالنفع وليس بالشر نمر الآن إلى السؤال الموالي السؤال الثامن أجد معنى أقضي من خلال ما يأتي أقضي غردي أقضي أمر معلمي أقضي على الحشرات الدارة إذن أقضي غردي تعني أتمم غردي وأنهيه إذن أتمم أتمم غردي وأنهيه وأنهيه أقضي أمر معلمي تعني أنفد وأقوم إذن أنفد ما قاله ما قاله معلمي الجملة الثالثة أقضي على الحشرات الدارة أي أقتلها أقتلها وأبيدها إذن عدنا الإبادة أقتلها وأبيدها أقتلها وأبيدها هذا فيما يخص لإجابة عن السؤال الثامن نمر الآن إلى السؤال التاسع أحول كما في المثال خفف يخفف تخفيف مخفف 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 إذن نطور يطور طور يطور تطوير تطوير مطور اسم الفاعل مطور اسم المفعول مطور مطور مسألة كأنها حاسوبا أو كأنها تملك عقلا إذن نكتب تملك عقلا تحل مسألة كأنها تملك عقلا تجداز البحار مثل الباخرة أو السفينة أو البواخر إذن تجداز البحار مثل البواخر تلطف الآلام شبه الدوائي إذن تلطف الآلام شبه الدوائي إذن هذا فيما يخص الإجابة عن السؤال العشر نمر الآن إلى السؤال الأخير المرتبط بالفقرة الأخيرة أتذوق وعبر كما في النص عن دور آلة أو جهاز مبتكر إذن أنا أساعد الناس على أعمل بي كأني إذن أنا الهاتف نختار مثلا الهاتف أنا الهاتف أساعد الناس على تعرف أخبار بعضهم بعضا على تعرف أخبار بعضهم بعضا وبنسبة الجملة الثانية نكتب أعمل بلا توقف كأني إنسان كأني إنسان آلي هذا فيما يخص الإجابة عن النشاط المرتبط بالفقرة الأخيرة أتذوق إلى هنا أصدقائي نصل إلى نهاية هذه الحصة نلتقي إن شاء الله في الحصة المقبلة لنتمم بقية النصص القرائية وبقية الدروس المدونة على نفس المرجع مرشدي في اللغة العربية للمستوى الخامس في الحصة المقبلة إن شاء الله سنجيز النص المسترسل تحت عنوان حلم واختراع في الصفحة 146 لذلك فاعل الجرس لكي يصلكم هذا الفيديو وإذا كنتم لم تشتركوا بعد في القناة فالمشهور الاشتراك والضغط على الزر أبني ليصلكم مأكل جديد دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء